بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا ما زلنا في يوم السبت بنمشي طريق السعادة مع أصحاب السعادة اللي هم الزوجين وفي حياة كده كأنها من سنن الحياة انت قادر تشوف لغاية فين فكرة انت قادر تشوف لغاية فين هي اللي بتخلي الواحد حاسس بالوسع حاسس بالحياة وساعات هي اللي بتخليه يحس قد ايه هو جاي وعي يصير في طريق جديد لو فيه ضباب فيه عدم رؤية فيه الغالب ما بيقدرش يمشي انا شفت كتير من المتزوجين او المقبلين على الزواج عندهم حاجة مخاوف كتير فأعدت حل الوداء هما اللي هو خافوا دي جاي منين مع ان الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الي يعني انت ممدود يعني انت الجواز ده نعمة من نعم ربنا طب ايه اللي بيحصل للناس وتيجي كل المخاوف دي انا شفت ان المخاوف لها سبب مهم اوي اعدت مع اتنين مقبلين على الزواج فحصل حاجة غريبة اوي لقيت لما سألتهم انتوا عايزين امن الجواز كل واحد قال كلام بعيد عن التاني تماما واحد قال انا عايز اتجوز عشان في الحقيقة ده شرع ربنا وهي قالت انا عايز اتجوز لان في الحقيقة انا محتاجة احب واتحب طيب انتوا متصورين لما تتجوزوا هتحققوا ايه فقالوا لي والله هو اللي هو متجوز عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى قالوا والله انا متصور ان انا هبقى في مكان فيه قلفة وفيه مودة ورحمة طيب وحضرتك قالت لي والله انا متصورة ان انا طول الوقت لقي حد حاسس بيا ويحن علي ويطبطب علي قلتولهم بس دي احوال انتوا عايزين اتحققوا ويمني الجواز ده فاكتشفت المشكلة اكتشفت المشكلة اللي بتخلي المتجوزين اول ما يتجوزوا بعد شهر اتنين سنة بالكتير بيبقى كل واحد في جزيرة منفصلة عن التاني ليه لان الواحد لما بيدخل على الجواز من غير رؤية تلاقي الجواز كأنه تلاقيه هو لما يتجوز كده كأنه عمل حدثة اول ما دخل البيت كده وإن اللي حصل دخل البيت وتقفل عليهم الباب يحس انه انا ايه اللي جابني هنا انا هنا ليه فيحس انه هو فعلا عمل حدثة فمش شايف اللي قدامه طب تاني يوم عنيعمل ايه تاني يوم جوازة عنيعمل ايه اقول لا يطلع في ايدينا بقى يطلع اللي في ايدينا نتخانق مع بعض يطلع اللي في ايدينا نهاجم بعض في الاخر خلص احنا ما عندناش رؤية فيعمل اي حاجة خلي بالكم ان الرؤية بترشدنا ولذلك الرؤية دي مش بتاعت الناس الحالمين الفضيين الناس اللي عندهم فائض ادارة فجايين يعملوا رؤية فيجن للجواز ابدا لازم الرؤية دي تكون موجودة في حياتنا والرؤية دي اللي بتخلينا تشوف الحاجة بوسع لما يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حياتنا الزوجية فيتكلم عن حياتنا الزوجية بوسع ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم على الشخص يقول انظر اليها خلي عندك رؤية لما تشوفها خلي رؤيتك واسعة وشوف هي هتوصل معاك لغاية فين ليه؟ لان الرؤية في الحياة الزوجية بترشدنا إلى أن حاجة مهمة قوي أن حسن النواية ما بيكفيش في الجواز ولذلك لنا اتنين طيبين ولاد حلال زي ما بيقولوا يعني ابن الجامع وبنت الجامع الناس فلة فلة الناس أخلاقهم عالية جدا جدا لكن إيه اللي حاصل هم وتجوزوا كمان عن حب بس هموا مطلق بطين وبيخبطوا في بعض عشان ما فيش رؤية كل واحد عايز يروح يحقق اللي هو عايزه زي بالزبط في واحد عايز يخلي أولاده متفوقين في واحد عايز يخلي أولاده سعدة فالتنين يحس انهم بيتعرضوا مع بعض وتبقى خناقات لرب السماء بينهم وبين بعض زي حد بيقول احنا تجوزنا عشان نتبسط واحدة التانية بتقول لا احنا تجوزنا عشان نترقى ايه هنعمل ايه بعد خمس سنين هنعمل ايه بعد عشر سنين ويفضلوا يتكلموا انتي ليه بتعملي كده ما تسيبينها نسعد شوية مع بعض ده سببه كمان عدم وجود رؤية واضحة في ناس بتدخل الجواز ونفسيتها مية مية وفي نص الجواز نفضل نفسيتها تنزل 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 تلاقي بعد سنة أولى جواز باقي نفسيتها ستين في المية خمسة خمسين في المية أربعين في المية ليه بيحصل ده؟ عشان تم استهلكهم لانهم مشوا في مسارات بعيد عن الرؤية بتاعتهم لانهم ما كانش عندهم رؤية فبيستهلكوا زواتهم والأصل ان فترة الخطوبة دي موضوعة عشان نقدر نتفق على ازاي نعد رؤية مع بعض مشتركة عشان نعيش بيها خلي بالكم الرؤية المشتركة مش معناها ان واحد يتنازل عن أهدافه وأحلامه في الجواز من أجل الآخر ده حلوة الرؤية لما تكون بتجمع ما بين أشكال وألوان متعددة فكل واحد فينا يبقى قيمة إضافية لآخر طب يعني ايه رؤية بقى؟ الرؤية عندي عندي أنا بتتكون من الراء وهي معناها رأي والهمزة يعني اشتراك والياء يعني يسر والتاء يعني تكامل فالرؤية عندي هو رأي مشترك يؤدي إلى يسر الحياة وتكاملها يبقى احنا عنفكر مع بعض ايه اللي ممكن نشترك فيه عشان يخلي حياتنا يسيرة ومليانة تكامل بعض الناس بتعتبر ان الرؤية الزواجية طرف يعملها الناس اللي عندهم وقت ودارسين احنا مش فضيين احنا مش محتاجين لده احنا محتاجين ان احنا نعيش الحياة بسرعة وبعض الناس بيظنوا انها بتعمل لنا قيود هنحط رؤية فبدل ما نستمتع نفضل ندقق ونعمل معايير لا وايه اللي حاصل ويفتكر ان الرؤية دي عتقط علينا اللزة ويبقى عندنا بقى هدف ونتعب عشان نعمله ونحققه ونحقق التارجد يبقى عندي تارجد في الشغل وتارجد في البيت مش معقولة ايه التعب ده كل وكتير من الناس فهمين ان الرؤية دي حاجة صعبة واني ما عنديناش وقت ولا قدرة على الاحلام احنا تجوزنا واكتشفت ان انا وظفتي بعد الجواز وظفتي الراجل بعد الجواز انه هو ما يطلقش امراته مش ان احنا طلبين السعادة لا انا انا في الجواز موجود عشان ما طلقش امراتي ودي اتعس اتعس رؤية ممكن نحطها للجواز ان هي تبقى عايزة لما تدخل الجواز يبقى وظيفتها ورؤيتها ان هي ما تتطلقش وهو ما يخربش البيت احد اهم المحامد اللي الزوجات بتمدحها في زوجها ان هو بيستحلها وبيطلب منها ان هي تشاركه في صناعة الرؤية للحياة طول ما شاء الله جوزي ده ما يصغرنيش ابدا قدام اولادي وبياخد رأيي الرؤية هي اللي بتخلي الزوجين يحسوا بحقيقة التوافق والزواجي هي اللي بتحسسوا من كل واحد قيمة مضافة للاخر في ايه اللي يحصل فيستقنسوا ويحسوا كل واحد منهم انه مليان بوجود التاني ويغيب الشعور بالغربة بين الزوجين والزوج اوقات يبقى حاسس ان فيه جفاء من زوجته وهو كان محتاج يسأل سؤال واحد بس هي الجفوة دي جات منين الحقيقة ان الجفوة دي جات عشان ما فيش حاجة مشتركة بنعملها مع بعض لان احنا ما عندناش هدف مشترك فياخد حاجته ويمشي في طريق وهي تاخد حاجتها وتمشي في طريق اقصد حاجتها احلام على اوجعها على تعبها والبيت يبقى بعد كده ايه اللي حاصل بيبقى البيت في حالة انشقاق شديد تعالوا نشوف فقا ايه مجالات الرؤية الزواجية اول مجال من مجالات الرؤية الزواجية ان دي ازاي اول حاجة ازاي هندير الحوار بيننا هي باول مجال من مجالات الرؤية الزواجية ازاي هندير الحوار بيننا لان الحوار هو الاداء التي يمكن من خلالها ان نصنع الحياة المشتركة تاني الحوار هو الوسيلة التي يمكن أن نصنع بها الحياة المشتركة يعني إيه؟ عايزين ترسموا عتعملوا إيه في الكرير بتاعكم مع بعض عشان يحقق لكم أن أنتوا عايزين ترتقوا بحياتكم وكل واحد يستطيع أنه يحقق حلمه في مجاله محتاجين نتحاور إذن الحوار من أهم الأدوات ومن أهم المجالات اللي لازم يكون فيها رؤية مشتركة يعني إيه حوار؟ لازم نتفق مع بعض أن الحوار عندنا مش معناه أنه واحد يعرض رأيه ويخلي التاني مقتنع برأيه وتبقى الحياة تمشي بالثقافة العوراء اللي بعينه واحدة بس لا إحنا عنمشي بعينين ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في حياته يستشير زوجاته ليه بيستشير زوجاته؟ عشان الحياة تكون مكتملة الحياة عبارة عن إيه؟ زكر وأنثة يبقى الحياة محتاجة للرأيين معا في حاجات ما بيعرفاش الرجالة عن الستات الستات هي اللي بتعرفها له وفي مناطق محظورة الراجل بيعرفها من الست يبقى أول حاجة مهمة جدا جدا الكلام عن الحوار المساحة التانية هو الكلام عن اقتصاديات المنزل لازم نتكلم بشكل واضح هنعمل إيه؟ ولازم الحكاية ده الملف ده نكلم فيه بإفصاحه شفافية لازم يبقى فيه شفافية عشان نقدر نشترك مع بعض لأن أي غموط في القضية التي تتعلق باقتصاد المنزل الست دائما الرجالة بيجوا يشتكوا من الستات هي ليه عايزة تعرف مرتبي؟ هي ليه عايزة تعرف كل حاجة عني؟ هي الأساس أنت لو بنت أساس جيد في مسألة أن أنتو بينكم رؤية مشتركة وإنت بتحاول تنفذ الجزء الذي عليك في هذه الرؤية مش هتلحقك لأنها لما حس أن الجانب الاقتصادي ده هي مش مشاركة معك فيه بتحس أن أنت يحصل لها المخاوف اللي بتحصل لها أن أنت لما الفلوس تجري في إيديك هتتجوز تاني أن أنت ممكن تكون بخيل أن أنت ممكن تكون بديد فلوس لأهلك وبتضيق على بيتك لكن لو في رؤية مشتركة مش هنحتاج لكل التشككات اللي عندنا دي المجال التالت في مسألة الرؤية المشتركة إزاي هندير قدراتنا عشان ننمي أسرتنا أنا بعرف أعمل كذا وأنا بعرف أعمل كذا إزاي هنقدر نعمل ده عشان أسرتنا تتنمى مش لازم بس إزاي هنجيب فلوس لكن إزاي كل واحد فينا هيعلم التاني إزاي كل واحد فينا هيساهم لما أولاده ييجوا هيقوم بإيه تجاههم كل ده مهم جدا أننا نحن نتكلم فيه حد يقول ممكن نتكلم فيه في فترة خطوبة ده لازم نتكلم فيه في فترة خطوبة أنا شاطر في إن أنا بحب الإراية والعلوم فأنا في الغالب ما تشيريش هم التدريس للأولاد أنا عشير الكوز كبير منه وأنا كمان بحب الاختراع وبحب كذا عناعمل حاجات كذلك كتير الحاجة اللي بعد كده المجال المهم اللي إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم عنه كمان في مجال التوافق الزواجي إن إحنا لازم وإحنا بنتكلم على مسألة الرؤية المشتركة نتكلم كمان عن رؤيتنا لمستقبل الأسرة مستقبل الأسرة إحنا عايزين في الخمس سنين الأولى تعمل إيه الأسرة خمس سنين التانية هتعمل إيه لما يترسم ده إحنا ما تخافوش ده مش هيبقى سيف ومسلطة على رأبتنا بس هيبقى حاجة تعمل لنا حافز حاجة تخلينا مع بعض بنفكر في حاجة واحدة لما الكلام كله يموت نلاقي حاجة تجمعنا وتكون مشتركة وعشان كده يبقى إحنا نقول لكم شوية إجراءات بسيطة أول حاجة إحنا محتاجين نقعد مع بعض سواء المخطوبين أو حتى المتجوزين الكلام ده كمان بنقول للمتجوزين نقعد مع بعض ليه نقعد مع بعض مدة طويلة نقعد كده جلسة نعمل زي المعسكر كده نقعد ولو لمدة أسبوع ونكتب لمدة ساعة إحنا شايفين إحنا عايزين نعمل إيه إحنا لازم ينظر كل واحد فينا لغد شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني إيه الإنسان الكيس هو اللي بيبص الأدام ده الكيس طيب والإنسان بقى اللي غير الكيس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه دان نفسه يعني إيه سأل نفسه حاسب نفسه هيحاسب نفسه إذا ما كانتش عندي رؤية إزاي لازم يكون له رؤية ويحاسب نفسه والشخص بقى الغافل والشخص الضائع هو اللي عمل ايه بقى والشخص التاني دوت اللي هو التافه هيعمل ايه ولا حاجة بس هيعمل ايه يتبع نفسه هواها يمشي في كل المسارات اللي عتنادي بيها نفسه ويه اللي حاصل ويه يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الامن انا بتمنى ان احنا يبقى فينا توافق توافق ايه ما انت ما عملتش ما بازلتش من اجل التفافق ولذلك لازم نعود مع بعض ونوصل لهذا الامن ولازم اللي احنا بنتكلمه يراعي قدرتنا ويراعي احتياجاتنا ويراعي كمان قيامنا وداني حاجة اللي احنا لازم نكتب نكتب الرؤية دي ونكتبها بشكل دقيق عشان تبقى وثيقة ممكن رجعناها احنا ليه ما يكونش جزء من ذكرياتنا وجزء من توافقاتنا ان احنا يكون عندنا البيت دوت موسق البيت دوت حريص حتى اولادنا يتعلموا بعد كده اهمية ان هم لما يعملوا حاجة يوسقوها ويكتبوها بشكل واضح حياة تالتة حاولوا دايما لما يحصل اي مشكلة تمنوا بعض ان اللي احنا فكرنا فيه ده ربنا مش هيضيعنا السيدة سيدة هاجر تقول له اه الله امرك بهذا؟ قال نعم قال اذا لن يضيعنا يبقى احنا لازم نشوف الامر ده لان لازم نعرف ان البيوت الامل فيها والامنية فيها والتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى يغذيها بانوار الله ولذلك زي ما بنقول كده البيوت كانت بتعمر زمان بكلمة ان بكرة احلى من النهاردة فلازم نعمر البيوت بهذه الكلمة وترجع مرة تانية الناس يمنوا بعض بنعمة ربنا اللي جاية احنا لو عملنا كده من النهاردة سواء كنا مخطوبين او سواء كنا متجاوزين انا شايف ان فيه حاجة كبيرة اوعة تجمعنا فيه حاجة منورة هتجمعنا فيه خير كتير هيتفتح على قلوبنا وعلى عوننا لما نمشي في المسار ده يا رب اجعلنا واحنا بنكون رؤيتنا لحياتنا الزوجية نراك قبل ان نرى رؤيتنا فنرى حياتها بمددك وبنورك وبكرمك فيتتفتح علينا كل ابواب التوافق ونستلم مددك المغموس في السعادة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل القاكم عشان نجيب على اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة واللي بتكون جسر منور دايما بيوصلنا بحضراتكم وبمجالس العلم وكمان يخلي ذكرنا حاضر ان شاء الله دائما عند مولانا سبحانه وتعالى واول سؤال عن اتلقى النهاردة من السيدة ام مياسر من انا ايه علو علو اتفضلي يا مياسر لو سمحت يا شيخنا انا عايزة اسأل سؤال بعيد عن الحلقة الشوية اتفضلي يا شيخنا انا معاي بيت اخويا لها يطلع ست سنين او سبع سنين ما بتكلمش ابوها خالص وجعد حبث نفسها في اوضة حضرت مشكلة ما بينها وما بين ابوها ويحدد دلوقت حتى لطبيع تشوفوا الشو ولا طبيع تكلموا ولا طبيع انها تبع سنها كم هي حاليا في تانية جامعة تانية جامعة والكلام ده من ست سنين يعني في تانية جامعة يعني كانت في الاعدادية في تانية عدادة بالضبط صح كانت في تانية عدادة بالضبط يا شيخنا ومن حد دلوقت يعني حاولت نفسها في داخل حالها حصلت مشكلة كده وضربها وكده بس راحت من بعدها ولا بيتكلمه ولا بيطيق حتى تشوف وشه لو شفت وشه تصرخ وكده يعني وجد لها حاول يعني وديها عندكات الناسين هي مرضتش خالص وجدها حاول برضو يتواصل مع الشيوخ وكده برضو ما فيش لا 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 ما نجدع بالشيوخ ودلوقتي انت بتقولي ان ده حصل بعد ما هو ضربها بطريقة بشعة ضربها يعني ضربها يعني بطريقة فيها قسوة وفيها الان عفوانية شوية ايه اه عفوانية ضربها بعفوانية شوية طيب ده احتمال بس انا مش اكدر اتحمل مش اكدر احط الحالة اللي بينها وبين والدها علي عازال احتمال فقط اسفين سوالك يا موياس ليها في التسمع عزيز يعني نعمل لو ايه بها لا لا لازم لازم حد بتحبه رايب منها لان هي كده عندها سر ما عليش أنا آسف جداً أتسامحيني في ده بدلية مش عايزة تروح لدكتور نفساني لو واحد متألم من اللي عمل والده فيه وجرحه وضيقه فلو قلنا له أن أنت تروح لدكتور نفساني من غير ما حد يعرف لغاية ما نتخلص إحنا من وصمة المرض النفسي دي لو أنت قلت لها كده وهي قالت لك لا يبقى إيه عندها سر يبقى لازم يقعد معها حد هي بتحبه وبتسق فيه ويفتح المجال معها عشان تبحل بهذا السر واضح حاجة مياسر لأن المسألة هي وده تحلها لأن هي لازم تروح لدكتور نفساني إذا كانت هيب لما بتشوفه وبتسرخ ولما ما تحب تشوفه وتبتعد عنه وتستخبى منه لو هو جاي يبقى كل الكلام ده معناه أن هي محتاجة دعم نفسي في أسرع وقت فلازم تعملي كده هو يبقى فيه عندنا خطوطين للخطوة الأولى أن نحن نشوف حد قريب منها يسمع منها يخليها تبوح بالجواها الأمر الثاني أن الشخص ده كمان يقنع بأنه محتاجة دعم نفسي ويوديها للدكتور إن شاء الله معنا الأستاذة فاتم من إسكندرية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل حضرتك بالنسبة للحالات التي يبقى فيها سجود السهل يعني الحالات إيه اللي هي قبل التكريم وإيه الحالات إيه اللي بعد التثمين آه يعني آه طيب أقول لحضرتك إحنا دلوقتي عندنا تفضلي بالنسبة للصلة الرحمة يعني أنا عندي يعني هو سؤال ما أخويا طول عمرها من يوم ما عرفتها ومن أيام كانت معايا في الدراسة وهي ما بتحبينيه فهي دلوقتي كل مدة توقع بيني وبين إخواتي وولادها تطولوا علي وشتموني آخر النوبة لدرجة أن واحدة عند دكاتها نفسيين وتعبانا وقعدت شهر بحاله وتعبانا قولون وابدهدنت أخر فهذا بسبب ورغم أنهم عرفين أن هي بتجذب بس كله بيستدع وبيقطعونه كلهم قطعين نزل فرأي حضرتك إيه كده أو رأي يبدين في كده أقول لحضرتك السؤال الأولاني حضرتك بتتسألي عن سجود السهل والسجود السهل بيكون إمتى هناك خلاف ما بين الفقهاء إحنا عندنا في ماذا بالسادة الشافعية إن إحنا بيكون السجود السهل كله قبل السلام سواء كان بالزيادة أو بالنقصان يعني لو واحد في الصلاة زود حاجة زي جاب رقع أو سهل فترك التشاهد الأول في الحالتين دولة يعمل إيه يسجد للسهل وإمتى قبل السلام وده لأيسا وده أسهل وده اللي إحنا بنفتي فيه إن يكون سجود السهل قبل السلام لإن فيه تفصيلة بتقولك لو كان زاد يبقى بعد السلام لو كان نقص هيكون قبل السلام وده لأيسا بالسادة الشافعية لكن إحنا بنفتي بماذا بالسادة الشافعية بإن يكون سجود السهل كله قبل السلام السؤال الثاني هما بيعملوا معاك كده ليه صعب أو إن أنا دايما أقول للناس آه ممكن للناس تتكاتف إن هي تأذي الحد أو تأخذ منه موقف عشان مصلحة بس صعب أو إن يكون البيت كله الأهل كلهم أنت بتقولي إن زوجة أخوك كان زملتك يعني ممكن تكون أنت كمان المجوزاه فأنا نصحت لحضرتك إن أنت تحاول بشكل أو بآخر إن أنت ما تركزيش في كل اللي هما بيعملوه على إن هما بيتأمروا عليك لا بلاش يبقى أول حاجة شيء اللي فكرة المؤامرة إن هما بيتأمروا عليك الأمر الثاني اتعودي إن أنت وإنت بتعملي الأشياء الحسنة وإنت بتوصلي أخوكي وإنت بتوصلي أخواتك وإنت كمان بتتعاملي بالحسنة مع زوجة أخوكي اتعاملي معهم عشان ربنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصلها ده مش بس في صلة الأرحام في كل العلاقات كده اللي عايز علاقته إن هو علاقته يكون هو اللي محافظ عن العلاقة وياخد ثواب العلاقة يبتدي هو بالسلام دايماً يتعامل بالحسن فرأيه إن أنت أحسني إليهم ليه؟ مش لأنك أنت محتاجاهم لأن هوا ده أصحاب الأخلاق الكريمة يعملوا كده ما تجيش تقولي لنفسك والله أنا مش عارفهم لأنهم ولا عايزوا بالله ناس أشرار بيكتمعوا على الشر وبيكتمعوا على الأزية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليون حميم فأنا شايف أن أنت تحسني إليهم وتتعامل معهم بالحسنة ده الأفضل والأحسن ونصحت لهم أنهم ما يتقوا الله سبحانه وتعالى كسر قلوب العباد الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها وما ظالم العباد الله سبحانه وتعالى لا يسمح فيها إلا إذا العباد سمحوا فيها فاتقوا الله في أختكم واتقوا الله فيها لأن في الحقيقة ديت وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خير نعم أم كريم تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ لو صلحتنا عايزة عندي سؤالين كده عايزة أسأل حضرتك كثير تفضلي أنا ابني كان خاطب قبل كده وبعدين ما توفقش يعني قبل الخطوبة بتلات أيام قال لي يا مابا أنا مش أكمل طيب قلت له لا يا ابني إحنا إيه مش هنظلم واحدة بنت تتغيرها كمل واللي يعمل ربنا هو اللي هيكون كمل واظلم نفسك واظلمها معاك أه ولا تظلم نفسك ولا تظلمها كمل وشوف ربنا هيعمل لك إيه أنت بتصلي هو ابني بدأ عنده 26 سنة وبيصلي وعرف ربنا ويقرأ القرآن وزي الفلم ربيات ربية حلوة فين السؤال بقى طيب معلش عشان كده عشان كده يا حاجة مكريمة عشان السؤال ما اختلتش أن أنت بتدوري له على عروسة اسأليني السؤال ومدورش على عروسة وقاب لها شبكة غالية جدا وادهالها لأنه هو من حتة حلوة عشان خطر يا مكريم المهم السؤال يا دكتور أيوة هو جاء يوم الخطوبة رجع قال لي يا ماما الخطوبة تمت بس أنا إيه مش عايز أكمل قلت له اللي انت عايزه أعمله أنا عمري ما رفضت له طلبه وعمري ما اخترت له حد هو اللي بيختار عشان ما يقولش بعد كده يعني هو سؤالك دلوقتي لما إحنا فسخنا الخطوبة الشاب كمين اللي هياخدها طيب طيب يا ستي عايز أقولك حاجة يا مكريم ابنك يعني أنا أقولك الفتوى وبعدين أقولك أن نصيحت لكي أنت بالذات أول حاجة أن الشابكة دي جار العرف وكمان ما جارت عليه محاكم أن الشابكة دي جزء من المهر ولكنه جزء من المهر مقدم قبل الجواز فإذا الجواز ما تمش يبقى خلاص المهر يرجع له يعني إحنا لا عندنا كاتب كتاب ولا عندنا دخلة لو عندنا كاتب كتاب عنا أخد نص الشبكة لو عندنا دخلة عتاخد الشبكة كلها يبقى إيه اللي حاصل وهنا لا حصل لا كاتب كتاب ولا دخلة يبقى إيه اللي حاصل ترجع الشبكة للخاطب طيب لو أهل المخطوبة تضرروا يرفعوا أمرهم للقاضي ويقولوا إحنا تضررنا والله اشترينا كذا وعملنا كذا فده وقع لضرر علينا وإن ده قد مش هينفع نعمل فيه كذا وإحنا ده ضرر وقع علينا فنعمل إيه فيروحوا للقاضي ويطلبوا الكلام ده فأنت بتسأليني لا إحنا عايزين نعرف لا الشبكة ترجع للخطيب وخاصة إذا كان هو أراد أنه هو ما يظلمهاش معاه ويأزيها معاه فلازم نفهم ده بشكل واضح جدا يا مكريم لو سمحت سيبي ابنك يتنفس سيبي ابنك ياخد قراره على فكرة اللي وقع ابنك في الورطة دي حضرتك لأنه راح خطبها عشان يجاملك انتي عشان يرضيك فلو سمحت ما تعمليش كده وما تقوليش إن أنا أنا اللي عايزك تعملوله كل اللي هو عايزه ولا عايزك كمان تضغط عليه عاطفيا عشان ينفس اللي انت عايزاه فبلاش ده وبلاش ده ويسيبي ابنك ابنك خلاص بقى كبير يستطيع إنه ياخد قراره بنفسه أستاذة فاطمة تتفضل من غربية تتفضل عليكم السعادة وأستاذة فاطمة أنا يعني ليها ظروف خاصة إن أنا انفصلت عن آآ والد عيالي آآ كنت جايبة منه بنته وولد والبنت دلوقتي متجاوزة ومعها بنات وابني جاوز برضو ححانده أربعين سنة بس السلة بينه وبينه أبوه صعبة قوي اللي مصعبها أبوه يعني بنت بتحاول تكلمه ويرد مرة عشرة لأة تلاتين لأة وأقولها برضو صنك وراء ابني ده قاعد برة وكان هنا قريب فيعني المهم إحنا إحنا بنضغط عليه جامد علشان يكلم أبوه قالك أنا عملت محاولات بيه هزقني ويشتبني بيه هزقني ويشتبني كل ما قابله فأنا مش عارفة أنا خايفة على ابني علشان سلة الرحم دي مش عليه هو لأنه هو الولد عمل بما بدانه وهو أصلا مش عايز يعمل أب لابني لدرجة ابني جاء له حالة نفسية طيب تعالي بقى نتكلم درجة حضرتك كان والده آآ أخوه مات يعني عمه مات فاتصل ابن السعودية بيتصل بابا بيقوله البقاء لألو عزاك مرفوض قدام الخلق كل ما ولاد عمه حتى لدرجة ولاد عمه وقلوه بيعمل معاكل كده معاني الولد ده مؤدب جدا على فكرة طيب يعني شوال حضرتك دلوقتي ابنك يعمل ايه ابنك يعمل ايه عشان يحافظ على سلة الرحم اما هو التاني يعني مش عارفة ربط ليه اجاوب على حضرتك بوس يا حاجة فاطمة ابنك يستمر في وصل والده ويعمل كل ما يستطيعه من الاحسان لوالده لأن دوة اللي واجب عليه شارعا واجب عليه شارعا ان هو يعمل كده مش والده اللي هو بيكلمني دلوقتي ده حضرتك بتكلميني عشان ابنك يعمل ايه يستمر في الاحسان الى والده على كل حال ولما يعمل كده يعمل الكلام دوت وكل ما عايز داد دي والده عليه واذا والده عليه كل ما عايز داد سوابه فهو يستمر في ده ويدعي ربنا سبحانه تعالى ان هو يصلح حال والده انا بس ما بحبش الطريقة اللي بيعملوها تعملها الزوجة لما تكون على خلاف مع زوجها بين اولادها ايه اللي حاصل انه هما يحطوا صورة الوحش للوالد كده وهما يرفع سماعة التلفون ويتصل بالوحش لا ده بيتصل بابوه بيتصل بالرجل اللي كان سبب في وجوده بيتصل برجل الله سبحانه تعالى جعل اسمه ويقتنم باسمه على طول فهو لما يتصل به يتصل على انه بيتصل بحبيبه اصل هو عمله حالة نفسية من الصد ومن الرفض ده هو ليه طيب ليه يشعر بانه هو لما بيعمل كده هو في الحقيقة ده هو رجل كبير ابن حضرك رجل كبير فيجب انه خلاص تجاوز مسألة الرفض ومسألة الصد دي فهو يظل يحسن الى والده ولو بالقدر اللي يستطيعه يعني خلاص لا هو دلوقتي حصل له حالة نفسية ومش هيقدر يعمل حاجة غير انه يتصل بالتلفون بس او يبعط له رسالة بس اه في الحالة دي عشان يحافظ على نفسه من انه يمرض ويحصل له شيء من سوء من تطورات الامراض النفسية اه لكن خلاف ذلك لا يواصل ويتصل وحتى لو قفل التلفون في وجه حتى ولقوا وسائل ايه لان ده والده وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعوهما وصاحبهما في الدنيا معروف طيب هو ما قالوش كده يبقى هو اولى يبقى انت لازم ابنك يواصل احسنه الى والده ولازم كمان يقبل على الله سبحانه وتعالى من باب والده باب الوالدين دولا اعظم باب ندخل فيهم على رضا الله سبحانه وتعالى استاذ طارق من السيوتي استفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم احنا بحضرتك يا دكتور الله يرضى عنكم شكرا ليك وللكنترول والله الله يرضى عنكم مبارك وشكلك مجهد يعني ربنا يعينك الله يعزك ربنا يعينك حضرتك انا اقيل الكنترول ان انا سؤال واحد بس استأذنك هطمع في السؤال الثاني اتفضل يا فاني طيب اول سؤال لا سلطة المنفرد مثلا يعني ايه انت دخلت المسجد لقيت المسجد كله ايه الصف الاولاني تمام خلاص تمام فدلوقتي ممكن انت جاي وهتفحب كرسي يعني انا ساعد بصلي على كرسي فقعد تمام صليت وقعد فكلهم مثلا قالوا ليه لا لازم كنت تسحب حد او تيجي على جانب كذا لا تسحب حد ليه تسحب حد ليه انا عارفش هو الكلام اللي قالوا لي دا هذا عشان ما تبقاش الوحدة لا هم فهمين غلط هم فهمين غلط دا عندما لا تكون علة اذا كنت انت هتصلي على كرسي فخلاص دا مباح لكن انت تصلي ولا استأنت وكأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف الذي تعمد ألا يصلي مع الناس لكن انت ما تعمدتش انت في علة فلذلك هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح وما تعملش حكاية ان واحد يشد انك تشد واحد من الصف عشان تبقوا اتنين ويبنقص الصف الاول حضرتك يا دكتور هل الصلاة المنفرد اني حتى لو هو ما عندوش علة حتى لو ما عندوش علة الصلاة بتاعته لا تبطل حتى لو ما عندوش علة والذلك ينص الفقهاء على ان من اقتدى بالامام في اي مكان من اماكن المسجد فصلاته تصح جماعة لا خيرا والله اخر حاجة طيب فض طيب بس ده مش معنى كده ان الناس تسيب الصف لكن هو من المستحب له اذا وجد فرجة في الصف ان يتمها طيب اذا صلى منفردا اهو ادات قد لا يكون هذا هو الكمال في مسألة الصلاة ولكن هذا لا يعني لا بطلان صلاته ولا بطلان جماعته لا بطلان صلاته ولا بطلان جماعته اخذ حاجة بس عشان ما عطلقش ابدا ما فيش تعطيه لنا سعيد جزاك الله خيرا النحمة الاضحية تمام توزعت للأهل وللأقارب اما بقى الفقراء يا زك الله خيرا اما بقى الفقراء يتبقى منها تمام بحيث انك انت ايه يعني انا مش مش لاقي يعني الاجزاء اللي انا بوزع الناس اللي هي بوزع لهم اغلبيتهم ممكن مش بلاقيهم فمتواجد منها هل ده هاخد زنب عليه ان انت ما درشي توزع للفقراء لا وزعته بس متبق منه جزء بس الجزء ده كشيء فيما فعلت يا سادة احنا النهاردة تكلمنا بشكل واضح على شيء مهم جدا في حياتنا هو ان احنا نكون لنا رؤية مشتركة يكون لنا عندنا حلم مشترك يكون لنا هدف مشترك في قصرنا وده في حقيقة عيساعدنا سعادة تامة ان احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى وان احنا نعمر وان احنا نطور حياتنا خلينا اقولكم ان بيت برؤية افضل مليون مرة من بيت بلا رؤية عارفين ليه؟ لان الرؤية دي لما نزعل ممكن تفتح لنا باب للتهافق وباب من ابواب التراضي وباب من ابواب السعادة لو حصل ان البيت عندكم ما كانش لي رؤية تعالوا نقعد مع بعض ونكتب وندرس احنا ايه اللي احنا ممكن نحققه مع بعض ما تصوروش مش بس الست بتبقى سعيدة ازاي لما زوجها يقعد معها ويخططوا المستقبل للقصة لكن الزوج كمان بيبقى سعيد لما يلاقي حد حاسس به وعايز يعظم له ويطوره ويلمي له الرزق اللي بيجيله ويخلي الرزق بش بس بيجيب اكله وشرب لكن يكون الرزق كمان بيجيب سعادة وهنا وتوافق ورضا يا رب املى بيوتنا توافق واجعلنا يا ربنا ممن يسيرون في طريق السعادة فيسعدون بمنتك ونعمتك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اجعلنا دوما في توافق ورضا وسعادة في كل وقت وحين يا ربني يا ربني